الحديدة في خطر تقول الحكومة في إشارة لاتفاق الخاص بالمدينة وموانيها لكن ما الذي يجعل هذا الاتفاق في خطر؟ تجيب الحكومة على لسان متحدثها الرسمي ميليشيا الحوثي والأمم المتحدة فوفق تصريحات راجح بادي المتحدث باسم الحكومة فإن تعنت ميليشيا الحوثي واستمرارها بارتكاب الخروقات المرتبطة بوقف إطلاق النار يعرض اتفاق السكه المأل للإنهيار فالحوثي لم يفي بالتزاماته وتعهداته حيث لا يزال يتحكم بالمدينة والموانئ رغم مرور أكثر من سنة على الاتفاق الدولي الموقع في نهاية 2018 الأمم المتحدة تعد سببا رئيسيا في فشل الاتفاق الأممي فهي بحسب المتحدث الحكومي تساهلت مع خروقات الحوثي وتغاضت عن انتهاكاته ولم تتخذ موقفا حازما تجاهه ولم تفعل دورها المنوطة بها حيث لم تسعى لأخذ صلاحياتها التي منحت لها بموجب اتفاق السويد والذي يخولها لإدارة الموانئ وتفتيشها والإشراف على المؤسسة العامة لموانئ البحر الأحمر هذا التساهل الأممي كما هو اتهام الحكومة جعل من ميناء الحديدة منفذا لتهريب الأسلحة الإيرانية إلى ميليشيا الحوثي وممرا لدخول المساعدات الإنسانية للحوثي بدون رقابة فعلية تضمن وصولها للمحتاجين لها ومع ذلك فإن المبعوث الدولي مارتين جريفيث رغم تساهله مع الحوثي إلا أنه بنظر ناقدين لأدايه لم ينال رضا الحوثيين الذين اتهموه بعدم الحيادية وانحيازه لما يسمونه بدول العدوان وهو ما يضع الدورة الأممية محل شك وغموظ في آن واحد ترجمة نانسي قنقر